ضيفنا لليوم هو من أبرز رسامي الكاريكاتير الأردنيين والعرب ترك بسمة وما زالت في الكثير من المواقف الهامة جداً سواء السياسية والاجتماعية من خلال رسوماته الكاريكاتيرية كان الأصغر سناً عندما صار عضو مجلس تحرير صحيفة العرب اليوم هو رسام اليوم ويرسم وما زال اليوم في جريدة القدس وهو رئيس رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين إذن نرحب معادي الأستاذ رسام الكاريكاتير القدير ناصر الجعفري أهلاً وسهلاً بك تفضل أستاذ ناصر أهلاً وسهلاً بك شرفنا ونورتنا بحلوية دنيا وأخيراً أصبحت علينا وطليت علينا ضيف بالبرنامج وشكراً لك على أكثر شكراً لكم شكراً لكل متابعي رؤية شكراً لمتابعي هذا البرنامج الجميل ولجهدكم شكراً لك أهلاً وسهلاً إذن سنبدأ معك عندما قلت كنت الأصغر سناً عندما أصبحت عضو مجلس تحرير صحيفة العرب اليوم ولكن ما قبل ذلك اهتمامك بالرسم بشكل عام نقل الحالة التي كنت مر فيها سواء منذ الطفولة أو عندما كبرت كنت دائماً ترسم وكان لك معلم في المدرسة ويعني استشرف حياتك المستقبلية حياتك المهنية وقال لك أنت ستصبح رسام كاريكاتير مميز يعني منعود إلى هذه الحالة صحيح هذه التجربة كانت علامة فارقة حقيقة أنه أنا لا أعرف نفسي ما تبدأت بالرسم يعني عادة أنا للأطفال برسموا بقدروش بأي عمر زمني هما بدأوا بالرسم لكن كان عندي اهتمام أسرتي فيها إلي أخ رسام أيضاً ودرس الفنون في إيطاليا بس أنا ما أخذتش تركيز عادي واستثنائي على الرسم كان جيلنا يتابع رسومات ما يصلنا من رسومات الفنان شهيد ناجل علي هي كانت ولازلت الحل الأبرز بالكاريكاتير العربي بقي تعاملي مع الكاريكاتير كشيء ما إلوش مسمى مش موصوف كاسم بإحدى المراحل الدراسية بالذكر في الأول ثانية والي هو السابع اليوم أنه المدرس طلب منه رسم كاريكاتيري كانت الكلمة شبه مجهولة بالنسبة للزملائية أنا عارف شو الكاريكاتير أنه مدرسة حكومية في الأشرفية المدرس بيجي بيحكي أنا جاد في مسألة تدريس الفنون فبالتالي بتنزلوا على المرسم وبالمرسم بدنا نرسم كاريكاتير هلا أنا المفارقة أنه أنا يعني الوضع طبيعي بالنسبة لي فرسمت كاريكاتير وأذكر أن رسمت كاريكاتيري يعني بدلت فيه جهد على غير العادة بحصاص الرسم وجمع الرسومات بعد أيام استدعاني فأنا خشيت أنه أنا مسوي مشكلة قال لي أنت رسمت هذه الرسمة من متى بترسم ليصل بالنهاية إلى نتيجة قال لي أنت رسام كاريكاتير ويجب أن تبقى رسام كاريكاتير لستك محتفظ بهذه الرسمة أو بتتذكر شو كانت؟ بتذكر شو كانت الرسمة وأنا كنت بأعتقد أنه في عقوبة من وراء الرسمة لأنه أنا ما بعرف شو كان بذهني إني رسمت وجه بشري نصفه وجه بشري ونصفه يعني أجلكم الله حذاء عسكري فكانت الرسمة غريبة وأنا ما بعرف يعني شو اللي بذهني فيها والرسم دخل في مسابقة مدارس عمان وحزت فيه على أول جائزة بعالم الكاريكاتير من مدرية التربية فهذا أثر فيه جدا طبعا هذا دايما إحنا بنحكي هاي التجربة أنه المدرس قد يذهب بك إلى حلمك قد يذهب بك إلى عالم يعني مختلف وفعلا أكملت مع الكاريكاتير يعني من هالمنبر نحيي كل المعلمات والمعلمين اللي بيأثروا في طلابهم أحيانا بانتباه أكثر بكلمة برعاية ما ديش بيحددوا المعلم الذكي بيكون شايف تلاميذه صحيح لوين رايحين صحيح لأنه بعرف مواهبهم وبعرف ممكن يستشرف وين ممكن يكونوا في المستقبل وأهم من لربما أهم من التربية والتعليم والله وأعلم هذا الشي اللي بحكي فيه جزء مهم جدا لأنه هنا البناء هنا صناعة التلميذ والطالب للمستقبل على كل حال كنت صغيرا عندما أو ما بعرف شاب مقتبل العمر لسه يا دوب جديد نشروا لك كاريكاتير في صحيفة فرنسية أو في مجلة فرنسية صحيح وعطينا التفاصيل شو رسمت متى كان عمرك شو اسم هالمجلة أو الصحيفة كان هذا الحكي عام 91 على ما أذكر كان فيه صحيفة عربية بالمهجر تعرف دائما الصحف العربية بالمهجر إذا بدأت تحكي بتكون بره بتكون خرج دولها وكانت فيه فرنسا صحيفة عربية اسمها المحرر والمحرر كانت تصل منها نسخ محدودة جدا الناس يحجزوها نعم كانوا الناس يحجزون سخهم عند المكتبات أنه أنا حتى أنا يعني أنه أنا بترفع لي عدد لما يجي لأنه هاي الصحيفة سقفها مرتفع نوعا ما ساخرة والكاريكاتير فيها إلو مساحة كبيرة كل رسامين للكاريكاتير العرب في هذه المجلة فأنا رسلتها كشخص يحلم كشاب يعني عشرين سنة وان يحلم أن يكون له مكان في هذه النشرة فوجئت أنه بالعدد اللي بعده أحد أصدقائي بيجيب لي العدد أنه رسمتي على الصفحة الأولى حتى عندي الترويسة بنسمي يعني عالية جدا فكان هذا مفاجئ بالنسبة لي ففعلا بدأت أرسل لهم الرسومات السياسية الكاريكاتير الناقد وينشر وتحول إلى يعني أول تجربة أنه حقق دخل من وراء الكاريكاتير بمعنى أني أصبح رسام كاريكاتير بتقاوى أجر على هاي الرسومات بمعنى أنه مقدر مش بالمعنى المادي بمعنى أنه هذا الجهد مقدر وعليك كذا رسمي بالشهر وها بدأت الحكاية هكذا طبعا قطعت المراحل لكن بدأت نعم حضور رسومات الكاريكاتير أستاذ ناصر أشعر بأنها دائما تكون في حالة يعني صعود ونزول صعود ونزول بحسب الحالة السياسية الحالة الاجتماعية التي يعيش بها الدولة ولكن أيضا العالم ودائما يبزغ نجم الكاريكاتير في الحالات التي تكون صعبة جدا والتاريخ طبعا شاهد على الكثير من الرسومات الكاريكاتيرية التي غيرت وجهات نظر في العالم غيرت سياسات أحيانا رسمة كاريكاتير غيرت سياسة كاملة في دولة معينة حدثنا أكثر عن هذه الحالة من هم الرائدين في رسم الكاريكاتير في العالم العربي؟ شو في حالات تذكر أنها حصلت سواء مع حضرتك على الصعيد المهني أو مثلا ممكن مع بعض رسمي الكاريكاتير رسام رسم رسمة وعملت حالة جدل كبيرة جدا وغيرت مثلا في قطاع معين أو في وجهات نظر معينة يعني يمكن هذا بخلينا بس نرجع أساسا إلى فن الكاريكاتير متى نشأ لدى الإنسان ولو بشكل سريع هو فن الإنسان ابتكره قبل الكتابة بمعنى أنه قبل ما يصل إلى أبجديات بوادي الملوك بمصر البرديات الرسوم المنقوشة هي فيها عناصر الكاريكاتير مبالغة سخرية كل العناصر الفنية التي تختص بفن الكاريكاتير الآن ذهب هذا الفن الذي التطور مع تطور الحياة أول بأول إلى أن وصل بعام 1660 بإيطاليا أو بفرنسا نشر كفن كاريكاتير فن رسم ناقد بحكي عن الحياة السياسية والاجتماعية دخل إلى العالم العربي بالعام 1880-1890 من بوابة مصر طبعا يعني هو بدأ في مصر وعاد إلى مصر مرة أخرى كان في مجموعة من الرسامين منهم رسامين مصريين ورسامين مصريين من أصول أجنبية وهذا كان طبيعي في مصر صاروخان سانتيز رسموا الكاريكاتير وبدأ الاهتمام فيه وبدأت مجلات الكاريكاتير وبقي الكاريكاتير يشكل حالة سياسية ناقدة في المجتمع المصري إلى أن دخل الصحافة اللبنانية وصحافة الشامية يعني أنا بثني على كلامك أنه إحنا كل هذه المنطقة هذه بلادنا ومفتوحة على بعضها وهذه بلاد الشام كمان هو مكون أساسي يعني مترابط متجانس فدخلت إلى بلاد الشام في الأردن الكاريكاتير بدأ بجيل من الرواد رباح صغير الله يرحمه جلالي رفاعي زكي شقفة هؤلاء كانوا رواد فني الكاريكاتير أين تكمن قوة الكاريكاتير؟ أنا ليش بحس أنه يعني بدي أحكيها هيك ليش الكاريكاتير دائما محسوب لحساب؟ ليش هالرسمة هاي بتخيف الكثير وتؤرق الكثير؟ لأنه كاتب المقال بإمكانه أن يقول كل شيء إلا بالآخر يوصل إلا أنه يغير كل شيء ويجد مخرج للهروب من الرقابة ومن المسؤولية الكاريكاتير رسالة مباشرة بصرية ما فيها عودة عنها هي طلقة أطلقت وانتهى الموضوع وعشان هيك إحنا بنلاحظ أنه كثير من التجارب حتى بعصرنا الحديث ممكن تحدث مع الرسامين مشكلة حتى لو كان كاريكاتير وانسحب بعد دقائق هو انتشر في العالم ده خلاص صلاح لأنه اليوم أنت تطلعي بتجربتنا في غزة أول ما نشر وأنا متابع الدقيق للفن اللي أنا بنتميله أول ما بدأت الأحداث استدعوا الناس رسومات الفنان الشهيد ناجل علي ورسومات كان فيها نبوءة اللي يخبطوا بطائرات المظلية لذلك كان هذا الرسم رسوم عام 1985 قبل استشهاده بعامين فالكاريكاتير هو رسالة مباشرة وصارخة وبيفترض القارئ دائماً وافترض صحيح إلى حد كبير إنه رسام الكاريكاتير إلنا مش للقطاع الرسمي شان هيك كنا نسمع دائماً إنه الصحيفة تقرأ من العكس اللي هي الصفحة الأخيرة اللي عليها الكاريكاتير طبعاً أيام ما كان فيه كاريكاتيرها الصفحة الأخيرة طبعاً يعني علشان تكون رسام كاريكاتير هل بنفع تحط شروط وتقول عشان أرسم أنا بحاجة حرية كاملة أن أنتقد وأتناول كل الموضوعات لا لا إحنا بنحكي بحاجة إلى حرية بشي إلى الحرية المطلقة بمعنى أنه ما فيش إشي في حرية مطلقة بالعالم إذا كنا حقيقيين وواقعيين ليش؟ حلو تجربة الكاريكاتير شارلي أبدو لما قررت أن الحرية مطلقة كادت أن تفجر العالم كادت أنها تحدث أزمة وأحدثت وردود فعل وردود فعل على ردود الفعل ليش؟ لأنه كمان فيه مسؤولية مجتمعية معنى أنه أن هذا السلاح الناعم القوة الناعمة اللي هو فني الكاريكاتير ممكن أوظفه لصالح الإنسان والمجتمع وقضايا العادلة ممكن أستفز الناس وهذا الفارق اللي بذهب فيك أنه أنت تحترم مشاعر الناس الدينية وثوابتهم ولا أنه كل شيء متاح مجتمعاتنا تحديدا كمجتمعات شرقية لها ثوابت مختلفة معايير مختلفة نحترمها بالشارع باللبس بكل شيء لا يمكن أنا كرسام كاريكاتير أرسم اللي برسمه زميل الهولندي هلا هو مجتمع ويتقبل منه أي شيء أنا كمان مجتمعي ما بتقبل مني كل شيء فأنت هذا عامل رقابي كمان جوابك بودينا على كلام أنا بعتقد أنه مهم أنه اليوم هناك العديد من الأطراف في كل المجتمعات يعني مش بس بمجتمعنا الأردني في كل العالم هي اللي عندها ألام حمرة وبتحط خطوط حمر ما في جهة بتحط خط أحمر أنا وبس لا مرات المجتمع بيحط صحيح مؤسسة مجتمع مدني بتحط مرات جهة حكومية بتحط سلطة تنفيذية بتحط مرات ما بتعرف فيه لوبي ما غير مفهوم ممكن يكون اقتصادي تجاري صناعي ممكن هو يحط لك خط أحمر وإنت في وسط كندا أو في وسط أمريكا اللي مثلا دايما بتحدثوا عن الحريات وغيره بتلاقي فيه مواضيع بتم التكتيم عليه زي اللي عم بيصير في غزة يلا صحيح معناته مين حط الخط الأحمر فيه أكتر من جهة وهذا تفسير لكلامك فيه أكتر من جهة بالتأكيد فيه أكتر من جهة خلينا نحكي بشكل واقع وصريح الكريكاتير حالي قد لا تكون يعني تحت الاهتمام الرسمي الإعلامي في العالم العربي لكنها ليست كذلك في المجتمعات الغربية هم يقدروا حجمه ويقدروا خطورته ليست كذلك بالنسبة للاحتلال رسمة كريكاتير بالنسبة لهم تعني الكثير هذا مهم وهذا الحكي إذا بدك تشوف تكريسه وإذا الناس بدأت تنتبع عليه مع أطمان المتفجرات والموت اللي ألقيت على غزة قرر الاحتلال من شهرين أعتقد أنه يرمي منشورات على غزة طبعا هي رسائل حرب نفسية استخدم فيها الكريكاتير طبعا بالرسومات غير موقعة لأنه يعني لا يجروا أنه ما عندهم إش هم حالة بالكريكاتير لأن الكريكاتير بده صدق كمان بده رواية صادقة فهم يستخدموا الكريكاتير كرسالة بالحرب النفسية الإعلام الخارجي يعرف كيف يؤثر فني الكريكاتير فيولي أهمية وتوجيه ستيف بيل رسام الجارديان من أهم الرسامين تم تسريحه وهو محب للأردن بالمناسبة وكان بيجو بزورنا من بداية الأزمة على رسم واحد انتقد نتنياهو بالظلط لأنه انتقد نتنياهو صرحه نتنياهو كشخص صح تخيلوا هذين اللي بتغنوا وبينظروا على العالم بالديمقراطية ونتنياهو فاسد في مجتمعه يعني مش إحنا اللي بنحكي عنه ما عندهم مشكلة ما عندهم مشكلة وبالمناسبة قبل يومين أو مبارحة أنا قرأت واحد من أهم رسامين الكريكاتير الفرنسيين بالنسبة لنا أكيد مش مهم لأنه في فترة من الفترات كان ينشر رسومات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وفرنسا انطلاقا بما تعتبره هذه حريات دينية لرسام الكريكاتير أو لأي شخص كان له الحق بأن ينتقد أينما كان حتى لو كان هذا الشخص أو هذه الشخصية مقدسة وتعني الكثير لعدد كبير من الناس وخاصة المسلمين وقتها فرنسا دافعت عنه ولكن قبل يومين نشر واحدة من الرسومات عن غزة ينتقد بها السياسات العالمية الغربية بما يحدث بغزة تم تسريحه من عمله تخيلوا لأي درجة هذا بنرجع منقول هذا الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية وينظر علينا لازم نتوقف عند غزة أستاذ نتابع طبعا منذ البدايات الرسومات التي نشرتها بهذه الحرب على غزة يعني شو هي الحالة اللي بتمر فيها وأنت ترسم وأنت تشاهد وأنت تسمع وأنت تتابع الأخبار ما هي حالة رسام الكاريكاتير وهو الأقوى حضورا أنا بالنسبة إلي خلال هذه الفترة على الحرب وطبعا الآن سنعرض الكثير من الرسومات التي نشرتها يعني ما يسمن أثقل وأصعب التجارب كانت ولازالت الرسمة الغزة الصورة أبلغ أكثر تأثيرا من أي شيء حجم الألم والمعاناة لا يوصف بالتالي رسام الكاريكاتير عليها أن يتابع أولا وهذه مهم مشاقة بمعنى أنه بدي توقف عند المشهد تلوى المشهد ما يفوتوا المشهد وهذه مرهقة مش لأنه إحنا بنهرب من المتابعة إلا أنه زي ما تفضلت بمدخل الحلقة أنه طبيعتنا الإنسانية أحيانا بدها تزوء من الراحة لكن بحالة الكاريكاتير بتعرف شو هذا بتعرف هذا وين استشهده بتعرف هذا كيف قصته بتعرف هذا شو اللي صار وهذا الحي شو صار فيه وهذه المنطقة شو اللي صار فيها وشو ردود الفعل عليه فبالتالي الرسم عن التفاصيل اليومية فيه اكتظاث بالمشاهد الإنسانية ومن جهة أخرى الجريمة ومن جهة أخرى يعني فلتان العالم برواية الاحتلال اللي مش موصوف من جهة ثالثة الأطفال كمعانا قصة لحالهم النساء قصة لحالهم كبر ففيه كثير كثير من المشاهد وأمامك هذه المساحة اللي بدك تختزل فيها مشهد فبالتالي بدك تأخذ وطبعا هو لا يرقى إلى حجم الكارثة بدك تأخذ إشي من هذه المشهدية يعكس وجهة نظر سياسية مش يقول إنه فلان استشهد يوم كذا ساعة كذا لأنه الفوتوغرافية أقوى والفيديو أقوى لكن أنت بدك تحكي للعالم هذا الطفل قصته أصبحت قصة على مدار السنين زي ما اليوم ناجل علي بنقلنا رسومات من زمن فبالتالي هي مهمة شاقة مختلفة الله يعيني الناس اللي هناك هذا حد أدنى من التفاعل مع القصة لكن هو جزء مش عادي ومرهق نعم وتشعر إنك يعني كرسام ممكن إحنا كمان كإعلاميين نحن نتحدث نكتب ننشر ولكن نشعر بأن كل ما نقدمه هو شيء أضعف الإيمان ضعيف قليل جدا نتمنى أن نقدم أكثر وأكثر من أجل الإغاثة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص هل تشعر بأنك أوفيت بحقك هل هذه الرسمة تنقل فعلا ما يحصل على أرض الواقع لكن بس تتطلع على الحال بمنظور أكبر تجدي مدى تأثيره يعني اليوم بشكل مفاجئ أنا على السوشال ميديا أشبكة التواصل بتطلع بفترة غزة ازداد عدد المتابعين عندي انتبهت إلى لغاتهم فاكتشفت أنهم ليسوا عرب وجنسياتهم بالتالي أنت نقلت رسالة إلى مجتمعات أخرى نعم مشاهدك ومقاطعك وإثارتك لقضية إلى علاقة بما يحدث وخروجك على الشاشة للحديث عنه بتنتقل إلى مجتمعات أخرى وتبعث هذه الرسالة والأسئلة وهذا حجم التحول الخطير اللي حدث هاي المرة ما إجا مصادف يعني إحنا بنتطلع أحيانا بنحكي بالكريكاتير تحديدا أنه في صراع الرواية أيضا في أحد المواقع الهولندية اللي هو موقع مفتوح للنشر بدون رقابة سأعلم عنكم فؤاد شو ما بدي برسم بحطه أنا مسؤول عنه في معركة ما بين روايتنا لما يحدث في غزة ورواية محدودة لرسامين من العالم حول فهمهم لما يحدث في غزة من تابع هذا الفيديو أستاذ هذا برضو يعني عمل تفاعل كبير جدا بما يحصل من واقع مؤلم في غزة حضرتك أنت قم طبعا بهذا العمل شو حلنا أكثر عن هذه التفاصيل يعني إحنا بنحكي أنه أولا تقنية إحنا بنحاول نوظف أي تقنية جاذبة للانتباه من أجل أن يبقى فن الكريكاتير في المقدم زمان كان في هذا الصفحة الأخيرة اليوم بدنا إياها على الصفحة الأولى بالسوشيال ميديا أو أينما كان حتى يقول الكريكاتير كلمته فبالتالي نحاول دائما نطور التقنيات اللي بتعتمد الإدهاش البصري والجودة العالية والمفارقة بالرسمة نفسها اللي تخلي المتلاقي يضطر أن يتواقف ليسأل شو بصير هون ما الذي يحدث في هذه المنطقة وهذا كثير يحدث وكثير بيجينا أسئلة استغربها بيبدأوا الناس يسألوك عن تفاصيل عن غزة وعن تفاصيل عن الصراع وعن تفاصيل عن المنطقة لم يكونوا يدركوها الكريكاتير بفتح لهم باب السؤال إعادة تشكيل الكريكاتير سواء بالرسم الإلكتروني أو بآليات وتقنيات العرض كمان بساعد أنه ينتشر بشكل أكبر ويبقى سيدي سؤال السؤال بحيك التالي بدي أطلع من غزة وأرجع على الداخل المجتمعي الأردني فترة بداية الكريكاتير في الأردن كان سياسي صحيح يعني أو أغلبه كان سياسي وبتعرف بعدين يعني مع انتشار الجرائد وكذا وبداية الألوان في الجرائد وغيره ودخلنا بالانتفاضة وما انتفاضة وبعدين الصحف اليومية وكذا هذا صار فيه تطور عليه ولكن تركز كتير سياسي في التسعينيات صار فيه تركيز على الحالات المجتمعية في الأردن صحيح امتقاد الداخل المجتمعي السلبي هذا برمز بالي هنا مدرشو صفي وفوضى هنا فيه حالة أزمة هنا فيه كذا وبعدين صارت الكريكاتير كمان فيه تجسيد لشخصيات يعني بنعتمد اليوم شخصية كراكتر بنخلقه كريكاتير وبيصير هو يتفاعل مع المجتمع بس على أرض الواقع وحدين انتشر انتشار كتير كبير وكلياتنا مبسوطين ومنضحك لما بنشوف بس اليوم رسام الكريكاتير طب إذا ما شاف نتيجة والله بيئس طبعا و هلأ أنا وياك منسترجع كل الأرشيف تبع التسعينات وحدة وحدة و العشرات لا بين المئات بس الحالة السلبية ولا صار عليها إشي يعني الفكرة مش بس أنت وإحنا بالإعلام نفس الفكرة أنت أحيانا كثيرا بتتوقف بنحكي أنه و هذا دايما سؤال بيننا وبين زملانا أنه إحنا نشتغلنا بالصحافة اليومية الأردنية ما حدث شيء أفضل صح 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 تصير تحكي أنت ما عملنا إشيء ما قدمنا ما أثر هلأ في قوة أخرى دافعة باتجاه آخر إلها علاقة بأشكال جديدة ظهرت من الإعلام أثرت بشكل أسرع وأكبر خلال فترة التسعينات ظهور موجة المحطات الفضائية بالتالي انحسرت اهتمامات الناس عنك باتجاه إعلام أوسع صار يشوف لبنان وسوريا و يشوف الدنيا كلها عنده بالبيت بالتالي بطل هو مركز معك تماما بعدين وهذه قصة كمان كثير كبيرة وبجوز لأني أنا اشتغلت صحافة مع الكريكاتير يعني متابع إلها كان مطلوبا أن لا يبقى إعلام مركزي قناعتي فبالتالي بدأت شبكات التواصل تتغول وتتوسع إلى أن أصبح كل جيل وكل عمر عنده إعلام خاص في عائلات اليوم معدها تلفزيون بيكتفي بمشاهدة الموبايل ومشاهدة القنوات اللي بدو إياها في جيل يتابع المحطات المدفوعة فقط في جيل يتابع وإن كان لسه بالوردن نحن بشكل عام بنتابع رؤية ونتابع لكن القصة الحقيقية وهذا على فكرة اليوم أمريكا والغرب بدفعوا ثمنوا لأنهم تعمدوا أنه ما يكونش في إعلام مركزي وأدى إلى نتيجة إيجابية أنه طلال بالجامعات بأمريكا وصلهم ما لا يريدوا أن يوصلوا عن طريق الإعلامهم الرسمي ويعني شربوا من الكاس اللي هم عملوه لأنه اليوم الإعلام بتوسع هلأ التأثير كمان فيه قوى سلبية بكل المجتمعات فيه قوى ضاغطة فيه برقراطية بكل المجتمعات فيه مسؤولين ما بحبوا الكاريكاتير وما بحبوا النقد وما بحبوا المقال إلا أن بالتالي كمان هذا قلص حريات الحريات من شأنها كان لما تتقلص أنه ما يصير تغيير كبير فيه اليوم رقابة مجتمعية مخيفة كمان لأنه أنت اليوم تتلقى ردة الفعل مباشرة والمجتمع مش واحد واثنين آراء واتجاهات هذا جزء من اللي بخاف منه رسام الكاريكاتير كمان وبحسب الحساب اللي هي الرقابة المجتمعية أنا سميت العديد من لما حكيت عن المجتمع حكيت كثير في رقابات بس ما حكيتش مثلا كمان عن المجموعات الدينية أحيانا فيه مجتمعات وعندنا فيه أحيانا بيوازع ديني هون ولا هون ولا هون يعني فيه وجود دائما نابع من بس كل مجتمع له ظروفه بس هو نابع دائما من إساءة الفهم أكثر من يعني مثلا لما بنحكي بالحالة الدينية أنا ما بعتقد أنه فيه رسام كاريكاتير وجه أي يوم رسالة مزعجة دينيا يعني بقصد ربما فيه حالات تصير فيها أنه الكاريكاتير يقترب بس صار فيه حالات والقضاء أعطى لأنه وصلة القضاء والقضاء أعطى رأي بس أنا بعتقد أستاذ سوري على المقاطع أنه بتعرف هاي الأمور نسبية يعني مثلا عندي ممكن يكون عندها مساحة عندك مساحة أكبر عند ميس مساحة أكبر وأكبر فهونا بيصير الاختلاف أنت بتشوفه عادي صح هناك بيشوفه أبع جريمة هنا بيشوفه وصل فيها وما فيها الموضوع جدلي أنا قناعتي أنه يجب أن تراعى خصوصيات كل مجتمع يعني أحكي لك أنا كثير على اتصال والطلاع على الكاريكاتير المصري أحبه جداً وأحبزه ملائب مصر وعلى تواصل معهم وعندهم بيت كاريكاتير وعندهم أرشيف تاريخي من الكاريكاتير المقاييس والمعايير المجتمعية في مصر مختلفة عن الأردن عندهم راحة وأريحية أكثر لحد الآن؟ لحد الآن مقياس الحريات في الكاريكاتير؟ سياسياً لا سياسياً اجتماعياً يعني عشان أكون دقيقة سياسياً الحالة يبتشبه بعضها بكل العالم العربي لكن اجتماعياً هو ممكن يقبل مسحب أعلى زي مختلف أعلى مجتمع بطبيعة مريح صحيح عندنا بدك تراعي محاديرك فيه طبعاً فيه هناك كثير من التقييدات طبعاً لا أي مجتمع وكل الاحترام طبعاً بالنهاية لجميع المجتمعات نحن بالنهاية من نشكرك جزيلاً شكر للأستاذ ناصر الجعفري رسامة الكاريكاتير شكراً إليك على حضورك شكراً لكم شكراً على هذه ضعفة للكاريكاتير شكراً لك أهلاً نسلمكم